بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد بعد أن ذكر ربنا عز وجل أقواما سابقين اجتهدوا في المخالفة وترأسوا في الضلالة وكيف أنهم ملؤوا الأرض غيا وفسادا وضلالا وماذا كانت النتيجة أن الله تعالى صب عليهم عذابا شديدا وانتقاما أليما لأن الله تعالى بالمرصاد ولا يظلم ربك أحدا والجزاء من جنس العمل قال ربنا بعد ذلك فأما الإنسان إذا مبت له ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبت له فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا اللشاء ثم نكمل قليل إن شاء الله خوله تعالى خوله تعالى فأما الإنسان قيل بأن أما هنا زائدة أما هنا زائدة ومسألة الزيادة كما ذكرت لكم من قبل أنها تنقسم إلى زيادة نحوية وزيادة صرفية الزيادة النحوية يقصد من ورائها معنى التأكيد أو التوكيد الزيادة الصرفية دي بتكون لها في كل وجه دلالة ففاعل غير مفعال غير فعيل غير منفعل غير مفتعل إلى غير ذلك فقوله فأما الإنسان هذه زائدة للدلالة على التأكيد إذن المعنى اللي جيدة أراد ربنا عز وجل أن يؤكده عن طريق هذه الزيادة وهذا قول وجيد قيل الإنسان هو إنسان معين بعض الكفار في قريش وقيل الإنسان هو الإنسان أبضل المنحرف عن منهج الله يرحمكم الله قوله فأما الإنسان أي الضال المنحرف عن منهج الله عز وجل إذا ما ابتلاه ربه الابتلاء الاختبار فأكرمه ونعمه إذن ابتلاه بالخير فالإنسان كما يبتلى بالشر يبتلى ماذا بالخير بل إن البلاء بالخير أعظم وأشد وأفتك قال بعض الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة إذن الابتلاء بالخير والابتلاء بالشر والخير والشر باعتبار باعتبار ما يقع عليك أنت وإلا فإن الله تعالى ليس في قدره شر مطلقا من كل وجه ما فيه شر مطلق من كل وجه فقد يكون شرا بالنسبة لك فوات محبوب أو وقوع مكروه ده الشر الشر فوات محبوب أو وقوع ماذا مكروه هذا الشر قد يكون باعتبار وقت وقد يكون باعتبار حال وقد يكون باعتبار بداية لكن إذا تبدلت الأحوال والأمور ونظرنا إلى عواقب الأشياء سنجد أن ما تحسبه شرا وفي الحقيقة هو خير قال تعالى في شأن حادثة الإفك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والمسألة كلها الذي يعلمها والله قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون نحن لا نعلم شيئا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه وهذا الإنسان ليس مسلم وإن كان مسلما فهو مسلم سيء الفهم سيء التصرف فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أي عندما يبتليه ربه بالخير فأكرمه ونعم عندنا حكتين الإكرام والإنعام ما الفارق بين الإكرام والإنعام الإكرام عطاء من غير سؤال ده إكرام يبقى لو واحد مثلا أعطى إنسان حاجة من غير ما التاني يسأل يبقى ده إكرام معظم الشباب يتخرجوا من الجمعة يعني الله المستعان ليس معهم شيء فلو إن إنسان مثلا ربنا فتح حليم واسع يبدأ إنه وينظر إلى الناس المحتجين من غير ما يسأله ولا يطلبه يرحلهم بالراحة ويدوهم اللي في النصيب يا ده اسمه إيه إكرام إذن الإكرام وعطاء من غير سؤال طيب هو ربنا سبحانه وتعالى لا يعطينا إلا بالسؤال ولا الأصل إنه هو بيعطينا حتى من غير سؤال تفضل نحن سألنا ربنا عز وجل إنه يطينا السمع والبصر والإيدين والرجلين والأجهزة دي كلها سألنا أبدا وتفضل علينا بذلك ده إكرام منه نحن عندما نتنفس هل بنسأل ربنا عز وجل أن يديم علينا نعمة التنفس طبعا فيه هناك ناس عايشين على أجهزة وفيه هناك ناس مشة في الشارع والكمامة متصلة بجهاز مش عارفة على أنفة طبعا إحنا كنا نمشي وفضل الله عز وجل أتربة والدخان وسموم وأغبرة وجو كله وإنت بسم الله ما شاء الله ماشي ولا همك ده نعمة ولا مش نعمة إبدا إكرام من ربنا عز وجل عندما تنظر إلى رحلة اللقمة في فمك إلى أن تتصرف في أنحاء بذنك هذه الرحلة رحلة عظيمة رحلة عظيمة أنعم ربنا عز وجل لها عليك من غيري سؤال صح ولا أنت بتقول يا رب يعني إجعل أسنان تقوم بتمزيق هذه اللقمة يا رب إجعل اللعاب يتخلى لهذه اللقمة يا رب إجعل اللقمة تنزلق إلى الجوف يا رب إجعل المعدة تفرز عليها عصارتها يا رب خلها تنزلق إلى الأمعاء يا رب خلها تمتص في الأمعاء الدقيق يا رب أنت بت声سر كده والخد بيحصل لك من غير سؤال فالأصل أن الله تعالى يزجي نعمه عليك من غيره سؤال ومع ذلك نحن نسأله أيضا يعني أن حياتنا كلها كرم من الله وأنعام متواصلة من الله لكن نحن في حاجة إلى أن نسأله دائما والعجيب أن الله تعالى يحب من يسأله اللي يسأل كثير يحب ربنا ومن لم يسأل الله كما قال النساء صلى الله عليه وسلم في الحديث يغضب عليه لا يتبرم من إلحاح عبده في سؤاله بل يسعد لذلك يسعد لذلك سبحانه وسبحانه يبقى فأما الإنسان إذا ما ابتله رب فأكرمه عايشين كلنا بالإكرام كلنا أكلنا وشربنا وكل شيء كل كرم من الله عز وجل حتى دخولك الخلاء وخضائك الحاجة تصور لو أنك دخلت للخلاء وأصابك إمساك شديد أخذت الملينات والمرطبات وكله لم يجدي فتيلة لم يجدي فتيلة تتلقى أمنيتك في الحياة حاجة أحدث أن أنت تتخلص مما في بطنك مزاجك منحرف لنوم لأكف لشرب لتفكير لرأي والدنيا كلها تغيرت أحوالها من أجل ماذا من أجل فضلاتك أنت إذا عندما تدخل الخلاء لتقضي حاجتك هذا أيضا إكرام من الله عز وجل ولذاك احنا بعد قضاء الحاجة نقول الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى أو عني الأذى وعافاني يا سلام بتشكر ربنا وتحمده على هذه النعمة نحن نعيش يا إخواني ونحن في غفلة سادرة والله نعيش ونحن في غفلة سادرة غفلة كبيرة جدا الواحد فينا لو صلى وقعتشها في المسجد قرأ شاد قرآن وعمل أي حسنة صغيرة يقول لنا عملت ماذا صنعت لم تصنع شيئا لم تصنع شيئا فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرم مش كده وبس قال ونعم أي وسع عليه في الإكرام ممكن يبقى الإكرام على قدر الحاجة لكن لما يكون الإكرام واسع يبدئ عام إذا ربنا عز وجل بيتفضل علينا بالإكرام وماذا والإنعام بيتفضل علينا بالإكرام والإنعام ولذلك لما يجي لك ضيف بتقول إيه إكرام الضيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فل يكرم ضيف لأن الضيف مش هيقول لك لو سمحت هاتلي شوية رز وشوية قدار وما تنساش حتتم تخلل كمان وبعدين الصلطة المهمة جدا جيب شوية صلطة ويريت قبل الأكل جيب شوية فاكل ويحمس في الآخر بقى بشوية شاي ولا بتاع حد يقول كده أنت بتعمل حيات كلها من غير ما هو بيسأل فسمي ذلك ماذا إكراما وكذلك حال ربك معك دايما نحن نعيش في إكرامه وإنعامه الإنسان الكافر العويل أو المسلم العويل الذي لا يجيد الفهم ولا ينسب الشيء إلى صاحبه وربه يقول إيه لما يجيل الإكرام النعم دي فيقول ربي أكرما يعني ما أصابني من خير فباستحقاق مني له باستحقاق مني له لأني أهل لهذا الخير فربنا عمل كده ولو كنت وحش ولا أستحق ما كانش ربنا ادى للإكرام والإنعم ده يا سبحان الله يا سبحان الله إذن إكرام الله لك وإنعامه عليك لأنك حقيق به ومستحق له هو ده لأنه لا يجيد الفهم قلبه خواء قلبه فارغ فارغ من المعاني الشريفة التي ينبغي أن يمتلئ بها وأن يتحرك بضوئها وعلى إثرها طيب وأما إذا ما ابتله إنه أعتني بقى فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا أنا لا أستحق ذلك ولكن الله تعالى أذلني وقدر عليه رزقه أي أمسك أي أمسك فلم يتفضل ولم يتوسع في إنعامه هي لما نشوف واحد ربنا الدال إذن ربنا بيحبه وهو أهل هذا العطاء ولما نشوف واحد ضيق عليه في العطاء وتقلبت أحواله إلى الشدة والحاجة والعوز نقول إن الرجل ده ربنا سخط عليه وهو يستاهل نقول الكلام ده هذا خطأ هذا خطأ الصحابة الكرام كان منهم الصحابي الفقير ومنهم الصحابي الغني ومنهم من تقلب بين الفقر والغنى منهم الفقير كأبي ذر ومنهم الغني كعثمان ومنهم من تقلب بين هذا وهذا كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وحال الصحابة في ذلك كحال الأنبياء فالأنبياء منهم الفقير ومنهم الغني ومنهم من جمع الله له بين هذا وذاك تقلب بين هذا وذاك دأدي ودأدي منهم الفقير كزكريا ومنهم الغني بل الملك المملك كداود وسليمان والذي جمع الله له بين هذا وذاك كنبينا وحبيب ربنا صلى الله عليه وسلم وأفضل المقامات أن يتقلب الإنسان بين هذا وذاك يدوء الفقر ويدوء الايه ويدوء السع حتى يعرف هذا وذاك فإذا كان في مقام الحاجة والتضييق صبر وإذا كان في مقام السعة والنعمة شكر إذن الإنسان يتقلب في مقامات الصبر والشكر وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال المصطفين من عباده أنهم إذا وسع لهم في الرزق شكر الله وإذا ضيق عليهم فيه صبروا على أمر الله بخلاف هؤلاء الناس الذين يقيسون الأمور بذواتهم إن ربنا رضي عنا فالدام إن نحن نستحق هذا العطاء إن نحن لو كنا غلط ما كانش ربنا إيه إدانا ماشي وفي المقابل إذا ضيق عليه رزقه يقول أنا لا أستحق وهذا التضييق إن الله تعالى أذلني ويشتكي الله تعالى لخلقه ويتبرم من قدر الله عز وجل ولهذا قال ربنا عز وجل كلا كلا لها معنيان المعنى الأول بمعنى نعم حقا الكلام ده بالفعل بيحصل أن هناك أصنافا من البشر هذا حلهم والمعنى الثاني لعله أولى في هذا السياق أن كلا هنا بمعنى لا فعطائي ليس ذليلا على حبي له ومنعي ليس ذليلا على بغضي له ليس الأمر كما يظنون وهذه الأداة مع أنها تحتمل معنى النفي ففيها معنى التهديد والزجر فيها معنى ماذا؟ التهديد والزجر ليه؟ لأن قائل ذلك متأل على الله هو مسألة الغنى والفقر من الذي يملك هذا؟ هو الله هو الذي يأمر فإذا أمر كان أمره هو الكائن إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن إيه اللي حصل ثم يكون أمال إيه؟ فيكون على طول مباشرة مباشرة كلا بل لا تكرمون اليتيم المشكلة أن هؤلاء الناس لا يكرمون اليتيم بل هنا للإضراب ويبتدئ المعنى من أول لا تكرمون اليتيم يعني بل الإضراب يعني سيبكم من الكامل الفضل بتاعهم ده كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم 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 ضعيف في حاجة إلى من يكلأه ويرعاه ويقوم على شأنه من غير أن يطلب ذلك لأن اليتيم لا يدري مصالحه ولا يدري وجوه المنافع له فيحتاج إلى من يقوم بذلك من غير سؤال ولا طلب طيب إيه اللي يحصل هؤلاء الناس يعيشون في الدنيا كأنهم الوحوش الكاسرة الأسود لو في أسد ضعيف الأسود القيام بتعمل في إيه بتكله مع الرغم أنه هو من بني جلدتهم لكن ضعيف أو جريح أو مكسور خلاص إيه اللي يحصل تتجرى عليه الأسود لتأكله ده دنيا الوحوش القوي بيكله ضعيف فلما الإنسان يعدى من الدين ما فيش دين بيحركه إيه اللي يحصل فإنه يصير كالوحش الكاسر أهم حاجة عنده مصلحته أهم حاجة عنده يكثر ما له وحاله ويرقي شأنه لا تكرمون اليتيم لا تعطونهم ولا تقومون عليهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة أنا وكافر اليتيم في الجنة سبحان الله دين دين الرحمة لما كان اليتيم ضعيفا يحتاج إلى من يقوم عليه ويرعاه ويصلحه فإن فعل ذلك أحد من الناس بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كلا بل لا تكرمون اليتيم وَلَا تَحَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ الحض بمعنى الحث الحض بمعنى الحث والحث دعاء إلى فعل شيء ما كالنب كالنب الحث الدعاء إلى فعل شيء ما وهو في ذلك المعنى اللغوي كالنب لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا إذن لا يسألون أخاهم حين يندب يعني حين إيه حين يدعوهم يحثوهم على نجداته من الذي يحض من قيل ولا تحاضون على طعام المسكين أي لا يحض أهل الرجل الرجلة أن يحافظ على طعام المسكين المسكين والذي لحاجته وعوزه أسكن حاله لحاجته وعوزه أسكن حاله ده إيه ده المسكين طب هو أشد من الفقير ولا الفقير أشد منه السياق الموجود ده فيه لفظ الفقير في لفظ الفقير هنا لا طبعما لا يوجد لفظ الفقير هنا فالمسكين هنا يتضمن معنى الفقر إذن المسكين هنا هو الفقير والفقير من يحتاج إلى غيره في إقامة حاله اللي وحن مش عارف في عمل حاجة كحال من كسرت فقاره عفاكم الله يا رب نسأل الله تعالى أن يعافيكم وأن يعافي جميع المسلمين لو إن إنسان كسرت فقاره إيه اللي يحصل خلاص لا يحرك قدم ولا إيد ولا راس ولا أي حاجة محتاج إيه اللي يحركه يمين وشمال ويحطه أكل بؤه ويقضحكته مسكين هذا هو الفقير وهناك من فرق بين الفقير والمسكين إيما الفقير لو جات لوحدها إذا الفقير أيضا بمعنى المسكين وإذا أتى لفظ المسكين لوحده فإن المسكين بمعنى أيضا الفقير لكن لو اتنين دل جم مع بعض فإن المسكين له معنى والفقير له معنى وأفضل هذه المعاني بعد طول بحث أن المسكين هو الذي يملك شيئا لكن لا يكفي يملك شيئا لكن لا يكفي لقول الله تعالى وأما السفينة فكانت لمسكين يعملون في البحر طبعا الناس التنين اللي هم قالوا لا تلدادا للفقير لهم توجيه آخر لكلمة مسكين ولسنا في باب تحرير المسألة ولكن في باب عرض الأرجح فيها والله تعالى أعلى وأعلم وأما الفقير فهو الذي لا يملك شيئا إذن الفقير أشد حاجة من من؟ من المسكين أشد حاجة من المسكين فالرجل في بيته له إخوة وله أقارب فإذا وجدوا فقيرا محتاجا بدل ما يحضوا بعض على إطعامه وإكرامه لا أما ليحضوا بعض على ماذا؟ على الإبتعاد عنه وتركه وهناك ناس إلى هذه الأيام كدن لو أحد مسكين أو محتاج يعملوه بفضاضة وبقسوة ولا ينظرون إليه ولا يبالون به سبحان الله وإذا وجدوا غنيا ميسور الحال احتفوا به وأكرموه وأقبلوا عليه وبشوا وهشوا له بينما الفقير يعامل بغلظة وشدة ده خطأ كبير جدا يا أخوان الفقير ده ينبغي أن يخالط وأن يطيم خاطره وأن يساعد وأن يربط على كتفه ويمسح على رأسه وأن يشجع وأن يعان وأن يجلس بجواره إلى غير ذلك أما هؤلاء فإنهم لا يحضوا بعضهم بعضا على إطعام هذا المسكين يعني وصل الحل بالمسكين إنه مش عاوز إلا ماذا إلا الأكل ومع ذلك هم يقصرون في إطعامه في بعض الأماكن ممكن تجد ناس ربنا فتح لهم وجرانهم يتقلبون في الفقر والحاج وربما يمكثون اليوم بطوله لا يجدون لقمة يسدون بها رمقه احنا شفنا الكلام ده بعيوننا وجرانهم بسم الله ما شاء الله طبخين وعندهم وعندهم ولكن لا يلتفتون إلى جيرانهم ما الذي حدث في هذه الأزمان كان الناس أيام زمان الوحدة لو خبزت بتوزع نص العيش اللي غمزته على الناس المحتاجين في الشارع وعلى الجيران لما تنبخ تكتر الرز شوية عشان الحاجة فلانة والحاجة فلانة والخالة فلانة يده الجيران وحنا كنا صغيرين كان الكورومب ده بيتوزع على الجيران مكنش بيتبعوا اللي بيتشارع الجرجير والشبت والبقدونس والسيريس والخير ده كله بيتوزع على الناس الفلاحين كلهم يبيعوا اللبن ده عيبة عيبة وقلة قيمة يوزعوها على الجيران الله إيه اللي حصل فيه هذه الأزمان اللي حصل فيه هذه الأزمان أن الناس أقبلوا على الدنيا واستمسكوا بها فكان العقاب أن الدنيا تفر منهم وهم يجروا وراها طب يا ترى هيطلوها مش هيطلوها سبحان الله الأول النفوس راضية والنفوس مطمئنة والناس يعينوا بعضهم بعضا الواحدة لو راح هي المشوار تبدي ابنها ولا بنتها لجارتها تغسل لها والشطفها وتحميها وعقود رضاحة وكل حاجة ويتيجي بعد عشر ساعات تجليب انتها في الحفظ والصول ممكن دلوقتي مصالح الناس توقف نود البنت فيه تبوها في تاني بلد واختها في تلت بلد واختها في تلت بلد واختها في رابع بلد الدنيا توقف أو نعمل بقى حضانات للأطفال الصغيرين نرمفهم العيال سبحان الله الدنيا اختلفت تماما الانسان عندما يغمض عينه ليتذكر ايام الصبا وما قبل ذلك وكيف كان الناس واحوال الناس يتعجب الان الناس بيشتروا مخلل بيشتروا مخلل هتلب بجني مخلل ايام زمان كان المسألة دي مزمة مخلل يتشعروا معه ازاي الكرون بمجانة والقرنبيط بخير ربنا الناس تعمل مخلل وانتد البعض انا اعرف مرأة عليها رحمة الله كانت تعمل بلدس المخلل ده بسم الله ما شاء الله واي ولد يروح او بنت يتروح اوز المخلل تملالها الوعاية معك حلة تتملأ طبق يتملأ طبق يتملأ خيرات ربنا الناس كانت بسيطة وناس غلابة بس يشايلين بعض بيخاف على بعض بيحبوا بعض في نسبة امان داخلي عالية جدا وطبعا كل الناس اللي سنون فوق خمسين سنة يوافقونني هذه المشاعر التي لا نشاهدها هذه الايام ابدا ابدا كل حاجة دلوقتي بتتبع وبتشارب كل حاجة كل حاجة الان الحاجة الوحيدة التي ليس لها قيمة حاجة واحدة بس من هو الانسان ليه لاني قمت بالدين فلما ترك الدين معاتش لو ايما كلا بلا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وما اللي بتعملوا اين وتأكلون التراثة اكلا لما وتحبون المال حبا جما ده اللي احنا عايشين فيه نص الله تعالى لعب فيه من اغرب ما رأيت ان رجلا وسع الله تعالى عليه اراد اخوته ان يستولوا على ماله ايه اللي حصل خدروه وتافقوا مع طبيب نفساني من شياطين الانس وادخلوه مصحة نفسية وجابوا تقارير بانه مريض نفسي وبالتالي حجزوا على امواله واكلوا امواله جميعا والرجل في عافية وصحة سبحان الله حدث ذلك في موقف ثاني موقف الثاني ربما بعض اخواننا عارفين صحبه الرجل الزوجة واولادها تمالأوا على الرجل ونفس الموضوع بالضبط خدروه واشتلوه وجابوا اشهادات طبية انه مرض نفسي حتى يحجزوا على امواله ومتلكاته والابن الصالح طردوه الذي وقف امام الفساد طردوه واغروا به سفهاء الانس وشرد تشريده نسى الله تعالى ان يثبته سبحان الله دي اخواني قصص من الحياة واصحبها بعضهم لا يزالوا الى الان يعيش وبعضهم قد مات واخواني يعرفون شيئا من ذلك الامر ما الذي يحدث تأكلون التراث التراث اللي هو الميراث التراث اللي هو الميراث ليس المصود بالتراث اللي هو ما خلفه لنا السابقون من المعارف والعلوم هو تراث بمعنى الميراث والميراث لابد ان يحافظ عليه وان يوضع في مكانه دا الميراث ولذلك الميراث بتاع اسلفنا لابد نحن نحافظ عليه ولابد ان نضع ميراث اسلفنا في المكان الصحيح اما هؤلاء فانهم يأكلون ما لا يجوز لهم اكله من اموال وميراث اليتامى والضعفاء قال تعالى اكلا لما قيل اي اكلا شديدا وقيل اكلا لما اي يطلبونه من كل وجه فيجمعونه يطلبونه من كل وجه فيجمعونه وقيل يجمعون هذا المال المغصوب الذي اكلوه ظلما الى مالهم ثم قال وتحبون المال حبا جمع اي تحبون المال حبا شديدا نسأل الله تعالى اخواني ان لا يجعلنا من اهل الدنيا وان يجعلنا من اهل الاخيرة وان يرزقنا صيانة اللسان وصيانة اليد وان يجعلنا وياكم من السعداء في الدنيا والعقبة وان يختملنا وياكم بخاتمة الخير والسعادة ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا